اثارة الملاعب الجزائرية تجدد مرة اخرى يوم السبت عند استكمال مباريات الجولة الرابعة من الرابط المحترف الأولى موبيليس والتي تحمل في طياتها مباريات قيمة في الاثارة بطل الموسم الماضي اتحاد العاصمة سيضرب موعدا لشباب قسنطينا بملعب عمر حمدي ببلغين في مباراة يعول فيها ابناء سستار على مواصلة التألق من دون اخطاء خاصة بعد جمعهم لسبع نقاط في ثلاث جولات الا ان هذا لن يحد من عزيمة ابناء مدينة الجسور للعودة بالنقاط الثلاثة دفاع تجنانت الذي ضيع الفوز في جولة الماضية مام اتحاد العاصمة على ارضه وامام جمهوره يسعى الى التدارك والفوز على ضيفه الجريح سريع غليزان الذي دخل الموسم الجديد على وقع المشاكل وهو ما يجعله يدخل المباراة بنية الفوز ولا غير من جهته الصاعد الجديد شباباتنا سيستقبل على ملعب سفوحي ضيفا عنيد اسمه اتحاد الحراش في مباراة تعد بالكثير ملعب الثامن ماي بسطيف سيحتضن كلاسيك واعد بين اصحاب الارض وفاق سطيف والضيف شبيبة القبائل خاصة وان النسر سطيفي يسعى للبقاء في الصدارة صدارة يطمح كل من شبيبة الصورة وضيفه الصاعد الجديد اولمبي لمدية للحاق بها من خلال المباراة التي ستجمعهما على ملعب عشر اوت بي بشار اما ممثل الكرة الجزائرية في المنافسات الافريقية ملودية بي جايا فقد اجلت مباراته امام شباب بلوز داد الى وقت لاحق بسبب استقباله للفتح الرباطي في نصف نهاية كأس الكاف اشتركوا في القناة